اشتركوا في القناة اللهم آمنهم في قبورهم وعوضهم خيرا عن فزع موت الزلزال يا رب اللهم ارحمهم وأنزل السكين على ذويهم اللهم بشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض اللهم أغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اكتب لهم الجنة جزاء لما لاقوه لحظات الموت من الآلم والفزع اللهم أرحم موتان ضحايا الزلازل وأجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم لقنهم حجتهم وثبتهم بالقول الثابت عند سؤال الملكين اللهم عوضهم خيرا في آخرتهم عما فقدوه في دنياهم اللهم أنزل النور والفسحة والسرور على قبورهم اللهم ألهم ذويهم الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين اللهم ألطف بأهل ضحايا الزلازل وشفي مرضاهم وارحم موتاهم اللهم آمنهم من الفزع وأنزل عليهم السكينة والأمان والاطمئنان اللهم جعل أرواحهم مطمئنة بالخلود في جنات النعيم اللهم جعل لضحايا الزلازل نصيبا من الآية الكريمة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الأرض مهادا ومهبطا وفراشا وسجادا أثبت فيها الجبال حتى لا تميد بكم وجعل السماء سقفا محفوظا وبناء فوق ما تحته أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عرف الخلق ربهم وكان أتقى الله بينهم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الناس اتقوا ربكم واحذروا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا عباد الله إذا تأملتم في هذا الكون والدروس التي يحملها ستدركون عظمة الخالق وتدركون أنه لم يخلق شيئا عبثا ستفهمون أنكم لم تتركوا بدون هدف وستدركون قصوركم في واجباتكم نحو خالقكم وغفلتكم عن ذكره وشكره إحدى نعم الله عليكم هي أنه منحكم السيادة على هذه الأرض للعيش عليها ودفن فيها ألم نجعل الأرض مهادا للحي والميت فيها تحيون ومنها تموتون ومنها تخرجون هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النور من رحمته خزن في هذه الأرض كل ما يحتاجه سكانها بارك فيها وقدر رزقها جعلها أرضا ثابتة لا تتحرك وأثبت بها الجبال حتى نستطيع البناء عليها والعيش على سطحها الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ويقول وألقى فيها رواسية أن تميد بكم قال ابن القيم ثم تأمل في خلق الأرض كما هي عندما خلقها قائمة لتكون مهادا ومسكنا للحيوانات والنباتات والبضائع يسمح للحيوانات والناس بمتابعة أهدافهم عليها والجلوس براحة والنوم بسلام وإتمام مهامهم إذا كانت الأرض تزلزل باستمرار لم يكونوا قادرين على البقاء أو الراحة عليها لم يكن هناك يبناء أو حرفة أو تجارة أو زراعة أو فائدة كيف يمكنهم الاستمتاع بالحياة عندما تتزلزل الأرض تحتهم فكروا في ضوء الزلازل التي يختبرونها مهما كانت قصيرة وكيف تجبرهم على مغادرة منازلهم والهروب كثيرون من الغافلين يعتبرون الزلازل ظاهرة طبيعية بأسباب معروفة ولا علاقة لها بأعمال الإنسان وذنوبه نقول إن الزلازل لها أسباب تم تحديدها فما هي أسباب الزلازل؟ سئل شيخ الإسلام عن ذلك فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين الزلازل من الآيات التي يرهب الله بها عباده كما يرهبهم بالكسوف وغيره من الآيات والأحادث ولها أسباب وحكم وكونها آية يرهب الله بها عباده هو من تلك الحكم أما أسبابها فمنها انضغاط البخار في أعماق الأرض كما يضغط الهواء والماء في مكان ضيق وعند انضغاطها تبحث عن مخرج مما يؤدي إلى الانفجار وتهتز الأرض المجاورة قال ابن القيم لأن الرياح تتجول فيها أي الأرض وتدخل مغاورها تسبب الأبخرة وتطرق هذه الرياح لا تجد مخراجا فيسمح الله أحيانا لها بالزفير مما يؤدي إلى حدوث زلازل كبيرة تؤدي إلى الخوف والتوبة والابتعاد عن الذنوب والتضرع والندم إليه وتتكرر وتتوالى الزلازل من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم